السلام عليكم الفيديو اللي فات اخدنا مقدمة على الـ Power BI Pro او الـ Power BI Online وشوفنا ازاي ممكن نبدأ شغلنا عليه بشكل مباشر لكن النهاردة هنشوف ازاي ممكن نبدأ شغلنا من الـ Power BI Desktop وبعد كده نعمل Publish على الـ Service او على الـ Power BI Online ولما نعمل كده بعد كده ممكن نقدر نشارك الشغل بتاعنا او الريبورت بتاعنا مع مديرنا او مع زملائنا حسب احتياجنا كمان هنشوف ازاي لما تيدي ديتا جديدة اقدر برضو اعمل رفريش للديتا دي حتى وهي موجودة على الـ Power BI Pro او الـ Power BI Online وكمان ممكن اعمل سكاليو الـ Refresh ده يعني احدد وقت محدد كل اسبوع ويحصل فيه الـ Refresh بشكل تلقائي تعال بينا بسرعة نروح على الـ Power BI ونشوف هنعمل كده ازاي ده الريبورت اللي عملنا مع بعض في اول فيديو اتكلمنا فيه عن الـ Power BI او عن مقدمة الـ Power BI ولو عايز ترجع للفيديو ده علشان تعرف ازاي عملنا الـ Report ده مع بعض هسيب لك اللينك فيه صندوق الوصف ممكن ترجع له وتشوف ازاي قدر نعمل التقرير ده مع بعض طبعا التقرير ده بتكلم على المبيعات بتاعت شركة Triple A Bikes وموجود فيه تلات سنين ممكن تختارهم من السليسر وبيوري البيع باكتر من طريقة فعندي هنا مثلا المبيعات بالكاتيجري هنا بالسيجمنت بيزنس وكونسيومر وهنا بالريجين وده ترند المبيعات اليومية عن الفترة كلها اللي انا مختارها الفيديو اللي قبل ده على طول اتكلمنا على الـ Power BI Online واتكلمنا ازاي ممكن ان انا اعمل الـ Report على طول على الـ Power BI Services او على الـ Power BI Pro او الـ Power BI Online لكن النهاردة هنشوف ازاي ممكن ناخد الـ Report اللي اتعمل على الـ Power BI Desktop وازاي ممكن اعمل له Publish اوديه على الـ Power BI Online وطبعا هعمل كده علشان اقدر اعمل Share اشاركه مع زملائي في نفس الـ Organization او حتى لأي جاست انا محتاجه علشان اعمل كده اول حاجة محتاج اتأكد ان وانا على الـ Power BI Desktop ان انا اعمل Sign In وعشان اعمل Sign In اطلع فوق كده على يمين هتلاقي مكتوب Sign In ومفيش اسم جنبها وهتلاقي العلامة بتاعت الشخص اللي موجودة هنا دي لو دست عليها هيفتح لك ويندو ويقولك لو سمحت ادخل الـ Email Address وطبعا هدخل الـ Email انا عملت بيه الـ Account على الـ Power BI Online وبعد كده هقول له Continue وهبدأ اكمل بقية الاجراءات اللي هيتطلبها مني علشان اقدر اعمل Sign In وانس انك عملت Sign In هتلاقي اسمك بقى مكتوب فوق على يمين وده كده معناه ان احرك Sign In وبالتالي ممكن اقدر اعمل Publish بشكل مباشر فهروح من الـ Home Ribbon على يمين خالص حراقي حاجة اسمها Publish اول ما هدوس عليها حيطلب مني الاول ان اعمل Save Report فهقول له Save وحيبدأ يعمل Save وبعد كده هيقول لي عايز تعمل Publish فين خد بالك انا عندي الـ My Workspace ده بيكون الـ Default اي حد عنده Account هيكون عنده فولدر اسمه My Workspace وممكن يكون عندي فولدر اسمه تانية زي انا اعملها اللي موجودة هنا لكن انا هختار My Workspace وحدوس على Select وحيبدأ يعمل عملية Publish واول ما هيخلص هديني Message هو كده خلص وعمل يعني هو كده رفع التقرير ده على Power BI Online وبقى متاح اقدر ان انا اتفرج عليه من الـ Portal او من الموقع بتاع Power BI او كمان ممكن اعمل مشاركة مع الزملاء لو انا عايز ولو عايز اروح على الـ Report على طول ممكن ادوس على اللينك دهوني ده ولو دوست عليه حيوديني يفتحي البراوزر وحيوديني بشكل مباشر على الـ Report على الـ براوزر او على الـ Portal الـ Power BI ادي الـ Report طبعا الـ Report لسه انتراكتف لو عايز تفرج عليه في الـ Full Screen Mode ممكن ادوس هنا واقل له سمحت عايز Full Screen اديني Full Screen Mode فلو انا حتى ممكن استخدم Data Show او استخدم على زوم او حاجة زي كده اقدر على طول ان افرج الناس على الـ Report زي ما انت شايف الـ Slicer شغال و الـ Report Interactive ممكن اختار Category وادوس Control واختار معاها Segment واختار معاها Region و الـ Report شغال معاك بشكل ممتاز جدا السؤال بقى اللي بنسألنا في سنة دلوقتي افرض حضرتك انا عندي هنا زي ما اتفقنا ثلاث سنين من 17 إلى 19 طب افرض جات سنة عشرين وعايز اعمل Update هل ممكن اعمل الـ Update ده على الـ Power BI Online وانا لازم اعمله الاول على الـ Desktop وبعد كده ارجع اعمل Publish تاني الاجابة اه ممكن نعمل كده وده اللي هنشوف ازاي ممكن نعمله في الجزء الجاي من الفيديو لو انت كنت شوفت معايا الفيديو اللي عملنا في الـ Report اللي هنتفرجنا عليه في الاول هتفتكر ان السورس كان عبارة عن Excel Workbook موجود فيه 3 sheets وكل sheet فيها بيانات سنة من السنوات وكلهم بنفس structure وقدرنا نسحبهم على الـ Power BI ونعملهم الـ Report كمان كان عندي Excel Workbook تاني فيه sheet بتاعت سنة عشرين نفس structure بالزبط ولكن لسنة عشرين عشرين وكل اللي محتاج اعمله واخد منها copy ووديها على السورس الاصلي فهقول له move or copy واقول له لو سمحت create copy وودي هاي لو سمحت على 3 years data وحطها في الاخر ودوس على اوكي فكده السورس بقى فيه 4 excel sheets وطبعا الـ Power BI معمول جواه query بتقدر تسحب كل sheets اللي موجودة جواه الـ Excel Workbook ده فكل اللي محتاج اعمله ان اعمل save وان انا كمان اقفل الـ Excel Workbook عشان اتأكد انها ما تعمليش مشاكل وانا على الـ Power BI تعال نروح الاول على الـ Desktop انا كده واقف على الـ Power BI Desktop وتعال نجرب نعمل refresh ونشوف هيشتغل معنا ازاي ادي التابلز الموجودة عندي كلها على يمين هو تابل واحد بس اسمه All Sales وقال له لو سمحت refresh data حيبدأ يروح يعمل refresh للكويري وحيبدأ يسحب الـ Data والوقتي هو خلص ولو فتحت الـ Drop Down مينيو هتلاقي سنة عشرين ظهرت ولو اخترتها الـ Report بقى باصص على سنة عشرين واعتقد عملناها برضو المرة اللي فاتت تعال نجرب نعمل نفس الكلام ده ولكن على الـ Power BI Online نفس السورس بالضبط الـ 2 دي هم نفس السورس فالمفروض ان انا اقدر كمان اعمل refresh في الـ Power BI Online واشوف ايه اللي هيحصل انا دلوقتي على الـ Power BI Online وزي ما انت شايف لسه ما عملناش refresh فادي الثلاث سنين موجودين قدامي لسه السنة الرابعة مش موجودة الوضع هنا مختلف شوية عشان اقدر اعمل refresh هنا لازم اروح على الـ Data Set ايه الـ Data Set دي لو رحنا من على الشمال على حاجة اسمها My Work Space وده اللي كنا عملنا عليه الـ Publish او ده الفولدر اللي اخترناه عشان نـ Publish عليه الـ Report بتاعنا هتلاقي ايه دي كل الحاجات اللي موجودة على الـ Work Space بتاعي او على الفولدر بتاعي تعال اعايز اختار منها حاجتين اعايز اختار حاجة اسمها Data Set واختار حاجة اسمها Report وهقولك انا هعمل كده ليه؟ فهروح على الفلتر هنا هاختار Data Set وهاختار Report وتعالى ندور الحاجة اسمها My First BI Report ليه؟ لان ده اسم الفايل وده اسم كمان الـ Data Set اللي انا عملت لهم Upload او عملت لهم Publish على الـ Power BI Online او الـ Power BI Services فالاثنين ليهم نفس الاسم My First Power BI Report اللي جانبه تلات شرط دول بتوع شبه اللوجو بتاع الـ Power BI ده و اللي عملت هو في الكاتل مكتوب Report واللي تحتها دي الـ Data Set لما بعمل عملية الـ Publish مش بس الـ Report بيروح لا كمان الـ Data نفسها بتروح وهو ده انا عايز اعمله Refresh مش عايز اعمل Refresh الـ Report الـ Report هيترفرش Automatic لكن انا محتاج اعمل Refresh للـ Data Set اعتبر ده Data Model او اعتبر ده الـ Data اللي خلاص الوقت بقت موجودة على الـ Cloud ويقدر بعد كده الـ Report ياخد منها المعلومات اللي هو عايزها فانا محتاج اعمله ان انا اعمل Refresh مش للـ Report لا انا اعمل Refresh للـ Data Set فقادي هو جنبها على طول هتلاقي هنا في الزهار بتاع Refresh مكتوب Refresh Now واول ما حدوس عليها تعالى نشوف ايه اللي هيحصل يبدو ان هو عمل Refresh فتعال نروح نبص على الـ Report قادي الـ Report موجود تحتها على طول تعالى نبص كده على الـ Report ونشوف ايه اللي حصل تعالى نفتح هنا مش هتلاقي ايه حاجة حصلت تعالى نرجع على My Workspace تعالى بس نختار الـ Data Sets فحتلاقي ايه الـ Data Set وهتلاقي المثلس الاحمر ده معنى كده ان فيه warning او فيه تحذير او فيه حاجة مش مزبوطة حصلت عشان نحاول نفهم اكتر ايه اللي حصل تعالى نختار التلات نقطة اللي موجودين هنا وتعالى نختار حاجة اسمها ونشوف ايه الحكاية هتلاقي ادابك نفس الـ warning اهل بالاصفر ده بيقولك وبيقولك ده بالظبط اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة يبقى احنا علشان نقدر نستخدم الـ Data اللي موجودة على الـ Lab Top عندنا او موجودة على الـ Desktop عندنا وعايزين نستخدمها علشان نـ Update بيها report already published محتاجة حاجة اسمها personal mode طب ودي هجيبها منين وهعملها ازاي الموضوع في المنتهى البساطة لو نزلت تحت شوية هتلاقيها اسمها gateway connection افتحها ولو استخدمت الزوار اللي موجود هنا مكتوب install now لو دست عليه دلوقتي هو بيعمل لسوفتوير صغير جدا ما هو الا الـ Gateway ولو استنيت لحد ما يخلص download بص عندي فوق اليمين اهو بيعمل download لو استنيت لحد ما يخلص download هتعمل install الفايل ده وساعتها هتكون الـ Personal Gateway بتاعتك خلاص installed وممكن تستخدم زوار refresh بشكل عادي جدا وتعا نستناه وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل عملية download خلاص انتهت ولو روحت على فولدر downloads هتلاقي عندك الـ EXE فايل اللي اسمه on-premises data gateway وبين قوسين personal mode وهو ده اللي مطلوب عشان اقدر ابديت الـ Data من على اللابتوب بتاعي هعمل double click عشان اعمل لها installation وهمشي وراء التعليمات اللي هيدياني لحد ما اخلص installation وانس انا خلصت الـ installation هتدوس على close وتعال نرجع تاني على الـ data set بتاعتنا ادي نفس الـ error هروح على gateway and connection وهلاقي ادي الـ personal gateway هختارها وادوس apply وتعالى بقى دلوقتي نجرر نعمل refresh دلوقتي هو يقول لي refreshing data وتعالى نشوف ايه اللي هيحصل كده هو خلص على الـ refresh وتعالى نرجع بقى المرة دي على الـ report تعالى نفتح الـ report موجود فيه على طول وتعالى نشوف هل السنة الجديدة هتكون جات معنا ولا مجاتش تعالى نفتح كده سنة عشرين ظهرت معنا يبقى احنا كده نجحنا ان احنا نعمل installation للـ gateway وشغالة وبتعمل refresh وخليني اقول لك على tip اخير قبل ما سيبك فهروح تانى على workspace وهروح تانى على الـ data set بتاعتي اللي هي my first power bi report هختار تانى ثلاث نقطة واقول له لو سمحت ورينا الـ settings لو لقيت ان انت بعد الـ installation وبعد ما لقيت الـ gateway بتاعتك هنا موجودة و installed وكله تمام ولسه مش عايف تعمل refresh لو سمحت تروح على data source credentials احيانا بتحتاج ان انت تعمل زي الـ credentials تانى هنا وتتاكد ان انت عامل sign in او تعمل sign in مرة تانى في الحالة دي الـ refresh بتاعك هيشتغل كويس واخد بالك هنا الـ status فيها عام الخضرة دي ويقولك running على اسم الـ pc بتاعك فالدنيا ماشية بشكل ممتاز جدا وكده انت مش محتاج تانى انك ترجع على الـ power bi desktop عشان تعمل republish انت حطيت الـ data الجديدة ممكن تعمل عملية refresh من الـ power bi pro وتكمل حياتك طبيعي جدا مش محتاج تعمل republish كل مرة حاجة اخيرة عايزين نبص عليها قبل في الفيديو ده انت مش بس ممكن تعمل refresh للـ data لما يحصل عليها update انت اصلا ممكن تعمل schedule ويكون تعمل على الـ refresh يعني تحدد وقت معين في الاسبوع او كل يوم يحصل refresh للـ data بمعنى لو انت عارفت مثلا انت ستـ update data مثلا كل يوم اربع فممكن تقول ان يوم الخميس الصبح ممكن يحصل الـ refresh بشكل تلقائي عشان نعمل كده هنرجع تاني على my work space نختار الـ data set اللي هي my first PBI report هتلاقي جنبها ايكون مكتوب عليه schedule refresh وانس انك دوست عليها هيفتح لي settings data set ولو نزيل ده تحت هتلاقي حاجة اسمها refresh لو فتحتها ممكن تعمل on معنى كده انت هتبدأ تحدد الـ settings المطلوبة للـ refresh هاولك frequency ممكن يبقى daily أو weekly بالنسبالي هاوله انا عايز weekly الـ time zone بتاعي ممكن اختار حاجة زي كايرو UTC كايرو اللي هو بلاس 2 ده الـ time zone بتاع مصر وممكن اختار والله انا عايز الـ refresh ده يكون بس يوم الخميس وممكن add another time فاقوله لو سمحت انا عايزه الساعة 10 الصبح وبعد كده بنقوله لو حصل failure يعني لو فشلت في انك تعمل الـ refresh ده لو سمحت ابعت notification للـ data set owner اللي هو الشخص اللي عامل الـ refresh ده او ممكن كمان تحدد ايميل ادرس تاني ولكن هكتافي بـ data set owner وقوله لو سمحت اعمل apply وكده خلاص schedule بتاعك بقى موجود ولو رجعت تاني على my workspace وانزلت تحت عند data set بتاعتك هتلاقي هنا على نفس السطر موجود next refresh يوم 3-8 اللي هو يوم الخميس الجاي الساعة 10 الصبح هيحصل refresh ولما تيجي بعد كده يوم الخميس اخرى النهار وتبص هتلاقي ان الـ refresh ده قرر يتنفس بشكل تلقائي ولكن طبعا لازم يكون في الوقت ده اللابتوب بتاعك مفتوح او desktop او المكان اللي موجود فيه الـ data لازم يكون مفتوح ومتوصل بالكهرباء علشان يقدر يعمل refresh بشكل صحيح صحيح